بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى لقاء من لقاءات برنامج فتاوى وبإذن الله تعالى سوف نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم مع للشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاح السلام عليكم يا شيخ صالح وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبرك الله فيكم وأثابكم الله بداية بارك الله فيكم هذا يسأل ويقول كيف يحقق المسلم الخشى من الله عز وجل وما المقصود بقوله تعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وأصحابه يجمعه يقول الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وإذ تقول للذي أنعم الله عليه يعني بالإسلام وأنعمت عليه يعني بالعثق لأنه عتيق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو زيد بن حارفة رضي الله عنه تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله لأن زيد بن حارفة تزوج امرأة من قريش وقريش ذو شرف ونسب وكان النبي صلى الله عليه وسلم له رغبة في المرأة له رغبة في هذه المرأة فاطمة بن قيس فجاء يشكوها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم حثه على إمساكها وأن تبقى معه وهو يحب أن الرسول صلى الله عليه وسلم في نفسه رغبة بها أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه أني من الرغبة فيها وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه لأنه كان في الأول مولى الرجل يعتبر ابنا له يعتبر ابنا لأنه وبناء على ذلك فلا يجوز للرسول صلى الله عليه وسلم أن يتزوج هذه المرأة لأنها ابنة عتيقه ابنة عتيقه فالله جل وعلا فالله جل وعلا بيّن في هذه الآية الكريمة أن الرسول يرغب فيها لكنه لم يبديه شيئا بل كان يحث زوجها على أن يمسك بها وأن يبقيها عنده أمسك عليك زوجك واتق الله وتخشى الناس والله وحقه أن تخشاه لأنهم كانوا في الجاهلية وأول الإسلام لا يتزوج السيد لا يتزوج زوجة عتيقه لا يتزوج زوجة عتيقه الله جل وعلا أراد أن يبطل هذه العادة فأباح لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يتزوج هذه المرأة بعدما يتركها مولاه وعتيقه لأجل أن يشرع للناس أن هذا الأمر قد انتهى وأباح الله جل وعلا للمعتق أن يتزوج زوجة عتيقه فلما انفصلت منه من زيد بن حارثة رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا زوجها لرسوله هو الذي جل وعلا هو الذي تولى زواجها زوجناكها فالله تولى زواجها من فوق سبع سماوات زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قلوا منهن وطراء وكان أمر الله مفعولا تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبين بهذا أنه لا مانع أن يتزوج السيد زوجة عتيقه ومولاه نعم نعم معالي شيخ كيف يحقق المسلم الخشة من الله عز وجل حققها بمعرفة الله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء فإذا كان المسلم يعرف الله عز وجل وجلاله وعظمته فهذا حاز على شرف عظيم ومنزل كريم فبهذا يعرف المسلم ربه وخالقه ويعرف حق الله عليه نعم أحسن الله إليكم وعثابكم الله ومن الأسئلة التي وردت إلى البرنامج أبو القاسم من الأردن يقول ما هي ضوابط حسن الظن بالله عز وجل هذا رجع لقوة الإيمان إذا قوي الإيمان قوي إيمان العبد حسن ظنه بالله عز وجل نعم سؤاله الآخر يقول ما هي علامات قبول العمل الصالح من علامات قبول العمل الصالح أن يوفقه الله لعمل صالح بعده من علامات قبول الحسنة أن يوفق الله المسلم لعمل حسنة بعدها نعم أحسن الله إليكم أيضا عبر جوال البرنامج هذا فهد يسأل عن تفسير قوله تعالى في سورة البقرة وإجعلنا البيت مثابة للناس وأمن واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى يقول الله جل وعلا وإذ جعلنا أي صيرنا البيت الذي هو الكعبة المشرفة مثابة للناس كل ما ذهبوا من عندها رجعوا إليها كل ما ذهبوا يعني يثوبون إليها يرجعون إليها وقيل مثابة للناس أنها محل الثواب في الطواف بها والصلاة في المسجد الحرام حولها فهذا فيه ثواب عظيم فهي مثابة للناس يرجعون إليها يعني بالمعنين كل ما ذهبوا منها يرجعون إليها ولا يمل للإنسان من العودة إلى البيت العتيق والطواف به ورؤيته كل ما ذهب إليه فإنه يحن إلى الرجوع إليه مثابة يعني يثوب إليه ومثابة أيضا أنه يكتسب الثواب من الله عز وجل بالطواف بهذا البيت والحج والحج والعمرة هذا البيت والاعتكاف في المسجد الحرام وغير ذلك من الأعمال الصالحة فينال الثواب العظيم من الله سبحانه وتعالى أيضا يقول بارك الله كيم أيضا استكمالا لذلك وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر بقي في تفسير العية التي قبل هذا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ما هو مقام إبراهيم مقام إبراهيم هو الصخرة التي كان يقف عليها عند بناء الكعبة وكانت ترتفع به وتنخفض وبقيت بقيت آثار قدميه عليه الصلاة والسلام فيها في الصخرة بقيت آثار بقيت آثار قدميه الشريفين في الكعبة في هذه الصخرة آية من آيات الله سبحانه وتعالى تخذوا من مقام إبراهيم مصلى جعلها الله يعني يصلى عندها فيجعلها بينه وبين الكعبة ويصلي مستقبلا لها وللكعبة المشرفة نعم نعم وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا يدعو الله سبحانه وتعالى لما جاء بي لما جاء بإسماعيل وأمه إلى مكان البيت ولم يكن مبنيا في ذلك الوقت جاء به جاء بها ووضعها عند مكان الكعبة ثم ذهب إلى الشام ف مضت في تمشي وراءه تقول لمن تتركنا ها هنا وكان ترك عندها سقاء مما وجرابا من التمر وليس معها إلا هذا الطفل وفي هذا الوادي الذي ليس فيه أحد لمن تتركنا ها هنا فلا يلتفت إليها عليه الصلاة والسلام قالت آه الله أمرك بهذا قال نعم قالت إذن لا يضيعنا ف جاءت قبيلة جرهم وسكنت عندها فحصل عندها السكن والراحة وأيضا أنبع الله ما زمزم عندها أنبع الله عندها ما زمزم وجاء بهذه القبيلة قبيلة جرهم فطلبوا منها أن تأذن لهم في السكنة عندها في هذا الوادي فقالت لكن ليس لكم من الماء شيء قالوا نعم أسكن عندها قبيلة جرهم فحصل لها الأنس وشب ابنها وتزوج من قبيلة جرهم الله الله أليكم وآثابكم الله ونذكر الإخوة بجوال البرنامج للتواصل عبر الواتساب وكذلك عبر الرسال النصية فقط 0501785536 فضلة الشخص سالح أيضا هذا من الأسئلة في هذا السياق هذا يسأل يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه وليلته فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها ما الحكمة من هذا القول المستفى صلى الله عليه وسلم تعليم القناعة الحكمة بذلك تعليم القناعة برزق الله سبحانه وتعالى فيقنع المسلم بما رزقه الله ويبارك الله له فيه نعم أحسن الله إليكم وأثابكم الله أيضا من الأسئلة التي وردت إلى البرنامج عن تفسير قول الله تعالى وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لأن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتني كن ذريته إلا قليلا نعم نعم الله جل وعلا كما ذكر في هذه الآية أنه لما خلق آدم عليه السلام وأكرمه بالمكان عند الله سبحانه وتعالى حسده إبليس حسده إبليس الله جل وعلا أمر الملائكة أن تسجدوا لأن تسجد لآدم السجود التحية ليس سجود العبادة إنما هو سجود التحية وكان ذلك مشروعا إلى أن نسخه الله جل وعلا فنهى أن يسجد أحد لأحد وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له من الحق عليها هذا سجود تحية فالله أمر الملائكة الكرام أن تسجد لآدم سجود تحية فسجدوا اتثالا لأمر الله جل وعلا وإكراما لآدم عليه السلام سجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أخذته العزة بالإثم فقال أسجد لمن خلقت طين لأن آدم خلق من الطين ومن التراب عليه الصلاة والسلام فأعجب بنفسه وبأصله تكبر عن طاعة الله عز وجل وحسد آدم عليه السلام هذه المنزلة من الله عز وجل فالله جل وعلا طرد إبليس وأبعده وأخذه نعم أحسن الله إليكم طيب وما المقصود إلى يوم القيام لأحتنكن ذريته احتنكن ذريته يعني يضل يضل ذريته إلا قليلا يعني يعني من عصم الله سبحانه وتعالى من كيد إبليس فإن إبليس لا يضره نعم وقد عصم الله خلاصة عباده المؤمنين من كيد إبليس نعم أحسن الله إليكم أيضا هذا سائل أبو عمر من اليمن يقول كنت على ضلال وأخشى أن أعود إلى هذا الضلال فما هي الحماية الإسلامية والوقاية من ذلك من منهج الرسول صلى الله عليه وسلم عليك بمجالسة الصالحين وعليك بالإكثار من ذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن الكريم وعليك بالمحافظة على الصلوات الخمس مع الجماعة وبما تيسر من صلاة التطوع وقيام الليل نعم نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله يقول هل من الضروري في الاغتسال لنظافة الجسم هل يجزي عن الوضوء حسب النية إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فإذا نوى باغتساله نوى باغتساله رفع الحدث مع النظافة فإنه يرتفع حدثه حسب نيته نعم أحسن الله إليكم وأثابكم الله هذا مشعل من الخرد يقول هل يعطى الوالدين أو الوالدان من الزكاة لا لا تحل زكاة الوالد لولده ولا العكس ولا زكاة الولد لوالده لأنه يجب على كل منهما أن ينفق على الآخر من ماله ولا يعطيه من الزكاة إذا كان محتاجا يجب عليها أن ينفق عليه نعم يعتبرون من الأصول يا شيخ نعم أصله أصوله هو فروعه الأب أصل والابن فرع نعم أثابكم الله وبارك الله فيكم سعيد من تبوك يقول لم أعرف أن الزكاة علي واجبة وقد تأخرت عن ذلك سنوات طويلة والآن قد وصلتني المعلومة أنه لا بد من الزكاة فهل أزكي السنوات الماضية تقريبا عشر سنوات نعم يجب عليك ذلك لأنها ركن من أركان الإسلام يجب عليك أن تحصيها بالتمام وأن تخرجها على الفور والمبادرة حسب استطاعتك إن استطاعت أن تخرجها جميعا هذا هو الواجب عليك وإن لم تستطع فتخرجها شيئا فشيئا على حسب استطاعتك إلى أن إلى أن تأتي على آخرها وتبري ذمتك منها نعم أثابكم الله وبرك الله فيكم هذه أم عبد الله من جدة تقول يا شيخ أرجو نصيحة للمرأة التي خرجت عن طاعة زوجها لا يجوز لها ذلك تطيع زوجها تطيع زوجها بالمعروف هو بالعشرة الطيبة له حق عليها فتطيعه لما له عليها من الحق وكذلك وكذلك تحسن إليه تحسن إليه بما استطاعت من حسن العشرة وحسن المصاحبة نعم نعم بارك الله فيكم أيضا تقول حفظكم الله لخالة كثيرة الوشواس والوشوسة بما يفسد عليها دينها وعبادتها وتقول كلاما لا نفهمه ما هي نصيحتكم لها انصحوها بترك الوسواس والكثار من ذكر الله عز وجل وعدم الالتفات للوسواس وأن تكثر من قراءة فاتحة الكتاب الحمد لله رب العالمين وقراءة المعوذتين قل هو الله أحد والمعوذتين وسيذهب الله عنها ذلك إن شاء الله نعم أحسن الله إليكم إبراهيم من الخرج يقول إذا اعتمرت وقدر الله لي الرجوع إلى مكة المكرمة بعد أسبوع هل يجوز لي أن أعتمر مرة ثانية نعم طيب هذا قد قال صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له فالمتابعة بين الحج والعمرة هذا من السنن المؤكدة نعم هل هناك مدة معينة بين العمرتين يا شيخ؟ ليس هناك مدة محددة إلا أن ابن عمر رضي الله عنه كان ينتظر إلى أن يجمم رأسه بمعنى أن يكون له جمة يعني وفرة من الشعر في الرأس من أجل حلقه أو التقصير منه نعم أحسن الله إليكم وأثابكم الله يقول هل قراءة القرآن الكريم فرض على كل مسلم أم يكفي السماء عبر وسائل الإعلام ووسائل الاتصال هجب على المسلم أن يقرأ من القرآن ما يحتاج إليه في صلاته وفي عبادته وما زاد فهو خير خير إلى خير نعم أحسن الله إليكم هذا يسأل بارك الله فيكم في قوله تعالى والله يعلم المفسد من المسلح كيف نميز بينهما كانوا يعزلون الطعام اليتيم عن طعامهم من شدة الورع سبحان الله فالله جل وعلا قال وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المسلح ولو شاء الله لأعنتكم يعني أتعبكم إن الله عزيز حكيم ولكنه لا يرضى التعب لعباده المؤمنين بل يرضى لهم الراحة والطمأنينة نعم أحسن الله إليكم هذا يقول يا الشيخ بارك الله فيكم نحن الآباء في الوقت الحاضر نجد عقوقا وكذلك عصيانا من بعض أبنائنا فما هو توجيهكم لهم وخاصة في أمور العبادة أمور العبادة أمر واجب هذا حق لله سبحانه وتعالى فألزموهم قال صلى الله عليه وسلم وروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع فيجب على الوالد أن يلزم أولاده بالصلاة مع الجماعة وأن يتابعهم ويذهب بهم إلى المسجد لأجل أن يعتادوا هذا ويألفوه نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله هل يجوز قراءة أذكار الصباح والمساء بدون وضو وهل العذر الشرعي للمرة يمنع يمنعها من قراءتها بالنسبة للرجل نعم يقرأ القرآن عن ظهر قلب ولو لم يكن على وضو إذا كان يحفظ القرآن شيئا منه فإنه يقرأ ما تيسر منه هو يتلو ما تيسر منه لسيما في الصباح والمساء والورد الصباح والمساء وأما المرأة إذا حاوت فإنها لا تقرأ شيئا من القرآن ولكن تأتي بالأذكار غير القرآن نعم أحسن الله إليكم يا شيخ صالح نختم هذه الحلقة بهذا السؤال السائل يقول إذا دخلت المسجد الذي يصلى فيه الجناز أريد أن أصلي صلاة الفرض وقد انتهت وهم ينتظرون صلاة الجنازة هل أنتظر معهم أم أصلي أبدا في صلاة الفرض لا بس تنتظر معهم إلا إذا خشيت خروج الوقت فإنك تصلي الفريضة أما إذا كان معك ساعة في الوقت فتنتظر وتصلي معهم على الجنازة ثم تصلي الفريضة نعم جزاك الله خير وأثابك الله وجعل ذلك في موازين حسناتكم أيها الإخوة والأخواتي لهنا وناتي لا اختم حلقة هذا اليوم من برنامج فتاة وقد أجاب عن أسئلتكم وأسئلة البرنامج معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإبتاءة نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وكما نسأل عز وجل أن يرفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن ينصر جنودنا المرابطين في الحد الجنوبي إنه قريب مجيب الدعاء نلقاكم على خير بإذن الله تعالى في لقات مقبلة نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته